السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه? وحشروني من الفيديو اللي فات. انا رغداء والنهاردة عندنا فيديو جديد عن مقارنة الاعداد. وحقول لكم على طريقة حلوة جدا تقدروا ان انتم تتعاملوا بيها مع الولاد وتفهموهم الفرق بين علامة اكبر من واصغر من ويساوي بطريقة سهلة جدا. بس يا ريت لو اول مرة تشوفوني تنزلوا بسرعة وتشتركوا معنا في القناة ويا ريت كمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك. اول حاجة لازم ان انت تبدأي تعرفي اشكال العلامات بتاعتنا لطفلك. هتبتدي تقولي له علامة اكبر من واصغر من ويساوي. يا ريت الموضوع الاول يكون بشكل رسومات مثلا تكون رسومات بسيطة على شكل مثلا سمكة او على شكل مثلا تمساح على اساس ان الموضوع يكون سهل بالنسباله وتبتدي تعلميه ان لما يكون فم التمساح مفتوح الناحية دي يبقى اكبر من. فم التمساح مفتوح الناحية التانية اصغر من. ولما يكون الفم مقفول يبقى يساوي. وهنبتدي مع بعض ناخد اول مسألة معينا او اول مثال معينا. اول ما هنبدأ مش لازم ان انتو تبدأوا بالارقام على طول. يا ريت تبدأوا بالرسومات بسيطة ومحببة للاطفال. يعني مثلا ممكن نرسم وردتين الناحية دي. والناحية التانية هنرسم وردة واحدة. وهنبتدي ان احنا نوريهم يا ترى مين العدد الاكبر او مين الناحية اللي فيها وردة اكتر. وبالتالي هم هيشوروا طبعا على الوردتين. وهنبتدي نحط العلامة نحية الوردتين. يعني فم التمساح بتاعنا او فم السمكة بتاعتنا مفتوحة نحية مين العدد الاكبر او الرقم الكبير. تمام كده? ناخد كمان مثال معينا لو رسمنا تلت نجوم. والناحية التانية رسمنا خمس نجوم. وبسرعة نبتدي نقول لهم يا ترى انه نحية اللي فيها النجوم اكتر. هيبتدوا طبعا يفكروا ويبتدوا ان هم يشوروا على نحية مين. الناحية اللي فيها خمس نجوم. وفي الحالة دي طبعا هنحط العلامة بتاعتنا نحية الخمس نجوم. وهي الناحية اللي فيها العدد الاكبر. طيب. لو جينا كمان رسمنا هنا فراشة وهنا فراشة. اه. وهنبتدي نسألهم هنا يا ترى مين الناحية اللي فيها فراشات اكتر. طبعا هيقولوا الناحية دي قد الناحية دي. لان هنا في فراشة واحدة وهنا في فراشة واحدة. وفي الحالة دي هنفهمهم ان احنا هنحط ايه بق السمكة المقفول او بق التمساح المقفول. يعني يساوي. يعني ايه? يساوي. دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا ندخل لهم ارقام بسيطة وصغيرة. بس يا ريت كمان تكون الرسومات لسه مستمرة معنا. رسومات ايه? الرسومات التمساح اللي فاتح فمه. تمام كده? نيجي نكتب هنا اتنين والناحية التانية نكتب واحد. وهنبتدي نرسم دايرتين فوق رقم اتنين. تمام? ونرسم دايرة واحدة فوق رقم واحد. وهنبتدي نقول له يا ترى مين اللي اكبر? او مين اللي احنا رسمنا له عدد دواير اكتر? هيقول لك طبعا رقم اتنين. وهتبتدي تحط العلامة بتاعتنا على رقم اتنين. وفي الحالة دي لازم تبتدي ان انت تقرهله وتقوليله اتنين اكبر من الواحد. اتنين اكبر من الواحد. تمام كده? وهتبتدي تديله تمارين كتير جدا على المسائل دي على اساس ان هو يعرفها. وهتبتدي تبدلي بين العلامات اكبر من واصغر من ويساوي. المرحلة اللي بعد كده وهتبتدي ان انت تشيلي خلاص الرسمات لانه خلاص هيبتدي ان هو يعرف شكل الرسمة او شكل فم السمكة او التمساح مفتوح ناحية العدد او الرقم الكبير. طيب. هنا بقى هتبتدي مثلا تقوليله سبعة اكبر ولا التلاتة. وهتبتدي من غير ما يبتدي يرسم فوق الرقم. يعني ما يبتديش يرسم خلاص الدوير. طيب. لو في الحالة دي طفلك لسا بيتلغبط هتعملي ايه? وفي اطفال طبعا لسا برضو بتتلغبط. هتخليه يكتب مثلا من واحد لعشرة. يعني يكتب فوق كده. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. وهتخليه يحط كده نقطة تحت رقم واحد. وتخليه يعمل سهم ويمشي لحد رقم تلاتة. ما احنا معنا سبعة ومعنا تلاتة. يعني هيمشي بالسهم من واحد لحد تلاتة ويوقف. وهيبتدي يحط نقطة تانية تحت رقم واحد. وهيمشي لحد رقم سبعة ويوقف. وهتبتدي تقولي له يا ترى مين اللي اكبر? ومين اللي قدر يمشي? تمام? مين اللي قدر يمشي? شارع اطول معينا. هيقولك اكيد يعني السبعة هي الشارع بتاعها او هي السهم اللي بتاعها هو اللي قدر يمشي اكتر. وهتبتدي ان انت تقولي له خلاص. في الحالة دي هنبتدي نحط العلامة بتاعتنا ناحية ايه? ناحية رقم سبعة. وفي الحالة دي هنقوله ايه? سبعة اكبر من تلاتة. سبعة اكبر من تلاتة. ناخد مثال معنا اتنين اكبر ولا التمانية? مين فيهم اللي اكبر? هيبتدي برضو الطفل يكتب واحد اتنين تلاتة اربعة لحد رقم عشرة. وهيحط برضو نقطة كده تحت رقم واحد. وهيبتدي يمشي بسهم صغير لحد رقم اتنين ويقف. والسهم التاعي التاني برضو تحت رقم واحد ويفضل ماشي لحد رقم تمانية ويقف. وهتبتدي تقولي له يا ترى مين اللي قدر يمشي اكتر? او مين اللي ايه مسافته اكبر? او السهم التاعه قدر يوصل ابعد من التاني? هيقولك رقم تمانية وفي الحالة دي هنحط العلامة دي وحنقوله اتنين اصغر من تمانية. اتنين اصغر من تمانية. وما تنسيش معانا علامة يساوي. تيجي تحطي مثلا هنا تلاتة. والرقم الناحية التانية برضو تلاتة. وفي الحالة دي هيبتدي يقولك طب ما هي ماما تلاتة? بقد التلاتة يعني معنا كده ان احنا هنحط علامة ايه? بسرعة نحط علامة يساوي. بسرعة نحط علامة ايه? يساوي. وفي الحالة دي هو كده عرف التلات علامات بتوعنا اكبر من واصغر من ويساوي. طبعا مع التمارين هيكون الموضوع سهل جدا بالنسبة لهم واهم حاجة تتبعوا الخطوات اللي انا قلتها. علشان خاطر فيه امهات وفيه معلمات كتير بتبتدي ان هي تدي الطفل مقارنة بين الاعداد على طول وبتكتب لهم الاعداد على طول من غير اي رسومات او توضيح. وفي الاخر الطفل بيكون المسألة دي صعبة عليه والتمرينات دي بتكون صعبة بالنسبة له ومش قادر يستوعبها. فطبعا الخطوات اللي احنا قلناها هتسهل كتير جدا معاكو وفي التعامل مع الولاد وخصوصا في التمرين مخلط الاعداد. وصلنا كده مع بعض لنهاية الفيديو. ويا ريت يا ريت يا ريت ما تنسوش ان انتو تخطولي اللايك. ويا ريت كمان الناس الجديدة اللي لسه اول مرة تشوفوا القناة معنا. يا ريت كمان ما تنساش ان هي تكتب لي اي حاجة في الكومنتات بجد جدا بكون سعيدة بالكومنتات اللي بتكتب لي تحت وبتفرحني كتير. ولو اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار بالنسبة لاي منهج يا ريت يكتب لي وانا اكيد ان شاء الله هرد عليه. وما تنسوش تفعله زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد واستنوني في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.